تعالى أقول لك تشكيلة منتخبنا الوطن الأوليمبي لأول مباراة أمام الدومينيكان تشكيلة المتوقعة لهذه المواجهة هيكون فيها مين بإذن الله يلا بنا في حراسة المرمى حمزة علاء من اليمين إلى اليسار أحمد عيد عمر فايد حسام عبد المجيد كريم الدبيس في خط الدفاع ثم محمد النني ومحمد شحاتة وقطة أو ميسي يعني قطة أو ميسي في وسط الملب وإن كان الأقرب قطة يعني برايم عادل ناحية الشمال أسامة فيسا المهاجم زيزو على اليمين دي التشكيلة الأقرب لمنتخبنا الوطن كوكا في محاولات إنه يلحق بالمباراة مش عارف لو لحا يلعب أساسي ولا لأ وطبعا محمود صابر عنده إيقاف مباراتين فأكيد هيغيب عن أول مباراتين هطلب من حضراتكم طلب بسيط جدا جدا يعني المبارات والبطولات اللي زي دي بتبقى محتاجة صبر وما تدورش قوي على حلوة الأداء وإن شاء الله نلعب أداء حلو دور دايما عن النتيجة ونجاحنا بكرة إن شاء الله وحا عانا أول ثلاث نقاط يلا تبقى دفع عظيمة لا قدر الله لا قدر الله ودي النسبة قليلة مش كبيرة يعني خسرنا أو تعادلنا فلسه عندنا مباراتين فواحدة واحدة بس وحدة واحدة وإن شاء الله بإذن الله أنا متفائل إن المنتخب ده هيعمل إنجاز استثنائي تاريخي في تاريخ كرة القدم المصرية ويرجع لنا بأول ميدالية في كرة القدم في الأولمبيات إن شاء الله وليلا إن شاء الله بإذن الله ترجمة نانسي قنل